خطط حكومية موجهة نحو إمكانية الاستثمار في العنصر البشري الوطني عبر سقل مهاراته وإشراكه في مختلف الدورات التدريبية المتخصصة في مجال تنمية الموارد البشرية بالفعل فهناك العديد من البرامج والمبادرات الهادفة التي تخاطب المواطن البحريني من أجل أن يصبح الخيار الأول للتوظيف في عديد من المجالات التي من المتوقع أن يبدع فيها ويكون عنصرا فاعلا يشار إلى إنتاجيته بالتميز ودوام الاجتهاد سعي حكومي ممنهج يتبنى أسمى الخطط الجديرة الموجهة نحو إمكانية الاستثمار في العنصر البشري من خلال مساندته وسقل مهاراته وإشراكه في عدد من الدورات التدريبية المكثفة التي لديها القدرة على رفض إمكاناته بجملة من الخبرات العملية الثرية ليتمتع بعدها بكفاءة تامة وإلمام عالي المستوى بالمهارات والمعلومات الخاصة في مجال الموارد البشرية تؤهله إلى الدخول في معترك الحياة الوظيفية من أوسع أبوابها برامج ومبادرات هادفة تحاكي العنصر الرئيسية في أي عملية تنموية تضمها متنوع القطاعات الحيوية في المملكة الإنسان البحريني الذي يتم تذليل الإمكانات أمامه من أجل أن يصبح الخيار الأول للتوظيف في عديد المجالات التي من المتوقع أن يبدع فيها ويكون عنصرا فاعلا يشار إلى إنتاجيته بالتميز ودوام الاجتهاد والالتزام وحب العمل والتفكير خارج نطاق الصندوق حتى تتكون لديه الاستطاعة التامة في أن يصبح إضافة نوعية لمؤسسته الحكومية أو الخاصة التي يعمل لديها حرص متواصل من قبل كافة المنشآت والمؤسسات والجمعيات وحتى الهيئات في القطاعين العام والخاص على الاستثمار في العنصر البشري الوطني وجعله أولوية وطنية ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لكون المواطن هو عماده وغاية التنمية وأن الاستمرار في دعم الشباب البحريني لرفع مستواه المهني باعتباره العنصر الأهم في بناء مستقبل الوطن الزاهر ضرورة حتمية أجندات عمل وطنية طموحة وشاملة الأبعاد تسعى من خلالها الحكومة موقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الاستثمار في عنصر المواطن البحريني وإتباع ذلك بخطوات مدروسة تتهادى على بيئة أفضل الممارسات لتعزيز الفعالية المؤسسية وكفاءة استخدام الموارد المتاحة وصولا إلى بيان مدى التقدم الحاصل وفق مبادئ التنافسية والاستدامة والعدالة إن حقية البحرين في صدارتها على خارطة أكثر الدول التزاما بالأهداف النبيلة المتعلقة بالموارد البشري لأنها كانت وما فتئت تضع بناء الإنسان وتعزيز المعرفة عنده في صدارة أولوياتها من خلال عملية تكامل إنمائي مستدامة وما يؤكد على ما سبق التنويه إليه هو تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 الذي وضع البحرين في مصاف الدول الكبرى وأشار إلى محافظتها على مكانتها في فئات التنمية البشرية العالية جدا وهو المرتبط بالمؤشرات المتعلقة بمتوسط الدخل والتعليم ومقاييس الصحة بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لكل من الذكور والإناث ناهيك عن معدل مشاركة المرأة كقوى عاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر